لو في حد من حضراتكم يعرف ازاي نطبخ سمك الضرفيل ياريت يقول لنا مقلي مشوي ايا مكان ويحطهانا تحت في التعليقات من تحت اهلا وسهلا بحضراتكم من فترة كنا عملنا اكتر من فيديو على الفرق ما بين الانسان والحيوان وبصراحة انا مش عارف اشرح لحضراتكم دلوقتي ازاي انا مهتم بالقصة دي او ليه انا مهتم بالقصة دي بس انا هكمل في القصة بتاعة الفرقات او الحاجات اللي بتميز الانسان عن الحيوان ويمكن في المستقبل لما تتضح الصورة بالكلية ساعتها هنعرف يعني ليه انا مهتم او ليه انا مهموم ومشغول بالقصة دي النهاردة انا جايب لحضراتكم فرقين مهمين جدا في الفرق ما بين الانسان والحيوان اول فرق هو فرق انا شايفه لذيذ ومهم جدا وهو ان الانسان بيمتاز عن الحيوان انه عنده اسم اسم بيعبر عن الهوية بتاعته اسم بيعبر عن كيانه الانسان اي انسان من هنا يقدر يتوحد هو والاسم بتاعه وممكن نعتبر ان الاسم بتاعه ده بصمة لا تتكرر مرة اخرى الا في مناظر يعني وفي يعني ما بتوصلش اكتر من الجد الرابع او الخامس الا في مناظر رباطه فانا اسمي شهير طلعت بديع عبد الملك من الصعب جدا او من المستحيل ان احنا نلاقي اسم تاني او شخص تاني عنده نفس الاسم ده وزي ما انا قلت ان الاسم البتاع الانسان بيعبر عن الهوية بتاعته بيعبر عن كيانه بيعبر عن ذاته شخصيته وفي بعض الادبيات الاسم بيحمل او في بعض الحضرات كمان الاسم بيحمل نوع من انواع المهمة يعني ليه مهمة وليه دور في الحياة بناءا على الاسم بتاعه فالقصة دي ما نقدرش نلاقيها في الحيوانات ما نقدرش ان نلاقي ان في اسود ليها اسماء او قطط او كلاب او حمير ليهم اسماء او كلهم حمير مع بعض والله اعلم بيعرفوا بعض ازاي بالريحة ولا بايه لكن القصة في الانسان كانت مختلفة جدا وهو انه فكر انه يعمل اسم ويعمل حاجة شخصية لزاته فالاسم ده حاجة مهمة جدا أيضاً وممكن نستفيد في القصة دي وفي بعض الفيديوهات بتوضح قد ايه أهمية اه موضوع الاسم اللي دارت ان القصة اهتمت بيها الامم المتحدة ان من ضمن المواثيق حقوق الانسان بتاعتها ان كل شخص في العالم لابد ليasz انو يكونDrو اسom واسم اللائق وفي بعض الفيديوهات اتعاملت على قصة اهوق دق ref that tripulce اللي في العالم وفي اسماء الانسان يحب يتسمى بيها واسماء تانية بتبقى مكروهة المهم ان الانسانية بتمتازة عن الحيوانية او بمعان بقية الكائنات الحية حتى لو نباتات او فيروسات او بكتيريا ان الانسان بيطلق على نفسه اسم وممكن يتطور الموضوع ان الانسان بيغير اسمه اللي اتولد بيه الولد والدته سموه بيه فبيغيره في المستقبل او انه بتواصل مع الناس مسلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مسلا بلقب معين بنكنم معين بفكرة معينة بلوجو معين فالاسم ده حاجة مهمة جدا وبتميز الانسان عن الحيوانة لكن اللي بتابعني في الفيديوهات اللي فاتت يعلم جيدا ان انا ان اتكلمت على ان في بعض الناس شغلها الشاغل وابحاثها كلها بتدور على انها تلغي الفرق تماما ما بين الانسان والحيوان فواحدة من ضمن الابحاث وهي ابحاث يعني قديمة شوية وان كانت يعني محتاجة مراجعة بتقول ان مش الانسان بس هو اللي عنده اسم لا كمان الدرفيل ايوها سمك الدرفيل صديق الانسان او صديق الفلاح سمك الدرفيل الدولفن بيقولوا انه لما بينضهوا على بعض بينضهوا على بعض بصفارة معينة بتردد معين فكل درفيل بيبقى عارف نفسه الدرفيل بيقولوا ان ليها اسماء على الاقل بترددات صوتية معينة فبينادوا بعض او بيتكلموا مع بعض عن طريق الصفارة دي او عن طريق التردد ده اتمنى يعني ان الابحاث دي تتحلى بالمصداقية وتكون بالفعل تكون ابحاث حقيقية مش مجرد يعني عبث في اثبات ان الانسان والحيوان كائنات متربطة وان ما فيش فرق ما بين الانسان والحيوان الفرق التاني وهو فرق مهم جدا وانا اعتقد ان انا برضو اكتشفته وممكن حضراتكم لو فيه حدثان اكتشفه يقول لي علي ان الفرق ما بين الانسان والحيوان هو ان الانسان بيرتدي ملابس ايوه زي ما حضراتكم سمعتوني كده الانسان هو الكائن الوحيد اللي فكر انه هو يسطر نفسه الانسان هو الكائن الوحيد اللي على الاقل بيلبس قطعة واحدة تطلع بغنيطة يطلع بوت يطلع زي ما يطلع المهم ان الانسان بيرتدي قطعة واحدة كنوع من انواع الملابس او نوع من انواع السطر صحيح وتفنن بعد كده في الجزئية دي واصبحت ليها بيوت الموضة بتاعتها لكن في الجزئية بتاعتنا احنا اللي بنتكلم فيها وهو ان الانسان بيرتدي ملابس بقية الحيوانات لا ترتدي ملابس ماشية كده بالبهمية بتاعتها فعلى مدار حلقات احنا كنا بنحاول نوضح بعض الفرقات ما بين الانسان والحيوان وهتلاقوها في الآية اللي بتطلع هنا وهتلاقوها تحت في صندوق الوصف او التعليقات الكائن اللي دايما بعفرة علماء التطور وعلماء الاحياء هم كائنين القردة العليا اللي بيحاول يشبهوها بالانسان والضرفيل ويرجعوا بيقولوا ان الانسان مش بس اصله ارد لكن الانسان والارد ليهم اصل مشترك وفضلوا يرجعوا الورا وقالوا ان الانسان والارد والكائنات الحية خارجت من البحر فقد يكون اصله سمكة فده اللي بيربطوا بينه بين كائنات ذاكية زي الضرفيلة لكن مع كل الحلقات اللي انا قدمتها دي نقدر نقول ان فيه فارق جوهري ومهم جدا ما بين الانسان والحيوان اللي انا تكلمت عنه في الحلقة دي وهو ان الضرفيل والقردة العليا بيرتدوا ملابس والانسان لا يرتدي ملابس سوري العكس 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 الانسان هو اللي بيرتدي ملابس والارد والدارفيل لا يرتدوا ملابس فنركز بس عشان ايه المعلومات كلها ما تدخلش في بعض ونبقى ماشيين في الشارع اللي عارفين ده دارفيل ولا ده انسان ولا ده ارد ولا نزلنا البحر لاني نلاقيه يعني فيه ضغبطة فيه ضغبطة فمهم ان احنا نميز بعضينا عن طريق الملابس اتمنى يعني تتابعوا معي الحلقات دي ونشوف يمكن زي ما انا قلتلكم كده في البداية نعرف ليه انا مهتم ومشغول بالقضية دي شكرا لكم وي سلام